حذر امامه وخطيبه مسجد خاتم المرسلين الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف من المساس بامر الشريعة الاسلامية وقال عبد الحي في خطبة امس الجمعة ان الوثيقة الدستورية خلت من النص على دين الدولة كما ان هذه الوثيقة خلت من مصدر التشريع مؤكدا بان كل دساتير السودان منذ استقلاله نصت على ان الشريعة الاسلامية والعرف مصدران اساسيا للتشريع وحذر من المساس بامر الشريعة الاسلامية مودحا ان الناس تتساءل عن الحلول للمشاكل الاقتصادية دون تمرير الاجندة الحزبية تلك الوثيقة الدستورية التي وضعوها للفترة الانتقالية ويدور حولها حوار ما بين المجلس العسكري وتلك الاحزاب التي اجتمعت وسموا انفسهم قوى الحرية والتغيير هذه الوثيقة ايها المسلمون عباد الله قد خلت من النص على دين الدولة كأن هذه البلاد التي يدين سيادها الاعظم تسعة لتسعون بالمئة من اهلها مسلمون كأن هؤلاء لا يعنيهم امر الدين خلت من التنصيص على دين الدولة خلت من التنصيص على مصدر التشريع وهذا والله امر لا ينقضي منه العدد سبحان الله هذه البلاد منذ ان استقلت وإلى يوم الناس هذا إلى ان علق الدستور بهذا الانقلاب الذي حصل ما من دستور خلى من النص على دين الدولة الرسمي وعلى مصدر التشريع فيها بالامس القريب نسمع ان اربعة ازهقت ارواحهم في اندرمان وقبل ذلك بأيام ثمانية في الابير ثم بعد ذلك الاتهامات متبادلة لا يدرى حتى اللحظة من الفاعل تعينا ولا يوقع به من العقوبة ما يستحقها ايها المسلمون عباد الله هذه فتن هذه فتن ولا اشك ان عصابات اجرامية تريد ان تجر البلاد لما لا يحمد عقباه وإلا من الذي يستطيع ان يفسر القاء زجاجات الحارقة عبوات ماسبة في قلب الخرطوم في شارع المطار على بعض سيارات الامن ان كانت للدعم السريع او للقوات المسلحة وتحتلق السيارات ما بين تصفيق وتصفيق ويصور ذلك ويورسق ثم يبث للناس من اجل ان يجترئ الدهماع والصفهاء على مثل هذا الصميع الذي لا يبشر بخير